وزارة الداخلية وقد عقدت الندوة تحت شعار حقوق الإنسان في وزارة الداخلية رؤية وواقع برعاية معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية وحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وقد ألقى العميد حمود بن سعد حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية كلمة في مستهل الندوة ثمن فيها دعم معالي وزير الداخلية لكافة الجهود الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان والنابعة من قيم وتعاليم ديننا الحنيف وعداتنا وتقاليدنا العريقة منوها إلى مساهمة البحرين في تطوير القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والقيام الإنسانية على الصعيد العالمي عبر انضمامها إلى الاتفاقيات والآليات الدولية تشارك وزارة الداخلية بمملكة البحرين دول العالم في كل عام بالاحتفال السنوي باليوم العالمي لحقوق الإنسان برعاية معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية تحت شعار حقوق الإنسان في وزارة الداخلية رؤية وواقع نعتز في مملكة البحرين بما تحقق في مجال حقوق الإنسان خلال المسيرة التنموية الشاملة لسيد حضر الصاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه فعالية وزارة الداخلية صلاتة الضوء على مغامت به وزارة الداخلية من خلال لجنة حقوق الإنسان بلا شك أن غيرت معالي وزارة الداخلية الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة من خلال تقديم أفضل ممارسات العالمية في منهج عمل وزارة الداخلية كان لها الأثر الملموس في تقدم مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان نحن في وزارة الخارجية نعتز أيضا بما قامت به الوزارة بالشراكة مع وزارات الدولة والجهات المعنية واعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين هي الخطة الأولى من نوعها وهي خطة طموحة هذه الندوة أوضحت وبيّنت ووضوح جهود وزارة الداخلية في ملف هذه الجهود المغدرة على وجه الخصوص في موضوع العقوبات البديلة في الأسبوع الماضي في مجلس النواب أغرّينا المرسوم الذي صدر من جلالة الملك بخصوص العقوبات البديلة والذي نص على أهم ما ينص عليه بلقاء شرط أمضاء نصف المدة من أجل الحصول على العقوبات البديلة هذا الشرط وألقاه لابد أنه وسع من شريحة المستفيدين من هذه العقوبة وأكد المتخصصين في مجال حقوق الإنسان على ما توليه مملكة البحرين وبالأخص وزارة الداخلية من اهتمام في سبيل الإعلاء من قيم ومبادئ حقوق الإنسان وحرصها على الارتقاء بها وفق استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الشراكة والتكاملية حقيقة البرامج اللي حطوه اليوم أفلج الصدر وبين مدى التطور اللي قاعد يحصل من سنة إلى أخرى في مجال حقوق الإنسان في البحرين هذه الندوة تعكس مدى جدية وزارة الداخلية في تطوير منظومة حقوق الإنسان لا سيما في قانون العقوبات البديلة شهد الحضور الكرام عرض فريق حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أبرز إنجازات الفريق في مجال حقوق الإنسان وكيف أن الفريق يقوم بمهامة في الرد على الرسائل والرد على الاستفسارات المتعلقة بحقوق الإنسان من الجهات الخارجية والجهات الداخلية تم التركيز على الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وأبرز إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان وكذلك في منع انتشار فيروس كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق وحريات النزلاء تم استعراض العقوبات البديلة وعلاقتها بحقوق الإنسان وحيث أن قانون العقوبات والتدابير البديلة مشروع وطني حضاري وأحد أهم المشاريع الإصلاحية لسيدي جلالة الملك الله يطول عمره حيث تم استعراض كذلك آلية استبدال العقوبات الأصلية بعقوبات بديلة وفق التعديل الأخير بعد صدور المرسوم الملكي السامي رقم 24 لسنة 2021 كذلك تم استعراض التطورات المتخذة لصالح العقوبات البديلة كذلك فأن قانون العقوبات التدابير البديلة هو من التشريعات الحديثة التي اتماش مع حقوق الإنسان ولها أثر ملموس في المجتمع من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين والأهاليهم ويأتي هذا الحفل ليجسد مدى التزام وزارة الداخلية بقيم ومعايير حقوق الإنسان بدعم وتوجيهات معالي وزير الداخلية والعمل على ترسيخ تلك المعايير في العمل الشرطي وتعزيز ثقافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان لدى جميع منتسبية الوزارة لقاء جمع عدد من مثلي حقوق الإنسان في البحرين لتؤكد وزارة الداخلية دائما وفق منابرها المختلفة على استخدام أفضل المعايير العالمية في مجال حقوق الإنسان وفق منظومة حديثة ومتطورة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين